موسيقى الله معكم اليوم بنا نحكي عن موضوع العيلة والمشاكل يلي بتوجهها نحن بنعرف ان العيلة هي صورة صورة السلوس الأقدس القاب والابن والروح القدس هي كمان صورة مصغرة عن الكنيسة كل عيلة اليوم عم تسعى وتجاهد حتى تكون على مثال وحدة الكنيسة بالترابط والتمسك مع بعض البعض بعيش الحب والتسامح والحوار بين أفرادها بعرف انه المشاكل كتير وكبيرة بعرف انه كل يوم في مشكلة كل يوم في هم جديد بهالأوضاع الصعبة يلي عم نعيشها صار مطلوب من الأهل كتير إشي يقدموها لأولادهم لأنه بكل صراحة هالجيل سبق أهله بكتير بظل هالتطور السريع والمخيف بده كل شي بالمقابل ما بيعطي شي أنا بدي أسأل اليوم نحن وين من التربية الروحية لأولادنا شو عم نعطي عم نعطيون وقت كافي لألون شو عم نوصل لون شو المبادئ اللي عم نخليون يربوا عليها شو مكانت اجتماعية أو روحية اهتمامنا اليوم وين؟ وبشو؟ أي سقافة عم نطلب من أولادنا أنه يتعلموها؟ بشو عم نعبيلون وقتون؟ بظل هالظروف الصعبة يلي عم نعيشها صارت الأم مجبورة تشتغل لوقت كتير مأخر وبهالظروف عم تقدر توصل وتلعب دورة مزبوط بعائلتها في تأثير سلبي أو إيجابي للولاد الرجل شو دوره مع عائلته؟ أمور كتير بنا نتنوالة بحلقتنا اليوم وإن شاء الله نقدر عن جد نوصل لحلول نقدر نطبقها بحياتنا وبمجتمعنا بدأ رحب بالأخد جوستين شهوين من جمعية الراهبات العائلة المقدسة المارونية يلي من خلال خبرتها بالمرافقة النفوس وخاصة الكوبلات والعيال رح نجرب نضوع كل هالمشاكل ونجرب لإيلا حلول أهلا وسهلا فيك مسار مرسي أهلا فيك لهذه الحلقة اليوم نعرف أنه موضوع العائلة موضوع كتير مهم وكتير أساسي بمجتمعنا وإذا منعالج العائلة بكل الظروف اللي عم تقطع فيها فينا نعالج مجتمع اليوم بنظرك وين العائلة وشو دورة بالمجتمع أول شي بحب أنطلق من من اسم البرنامج إذا سوا بنقدر نعمل فرق تسوا كلنا يعني ككنيسة وكمجتمع قدرين نعمل فرق هو لما بدنا نهتم بالعائلة لأنه أنا من رهبات العائلة المقدسة المارونيات والمكرم البطريار كلياس لحويك عطينا قرس كتير كبير وهو بيشدد وبيقول أنه العائلة هي عصب المجتمع إذا اهتمينا بالعائلة وبالمرأة تحديدا قدرين نكافح أي فساد بالمجتمع يعني إذا نحنا اليوم عم نعيش بمجتمعنا نوع من فساد كتير كبير على سعيد السياسة على سعيد المجتمع على سعيد العائلة على سعيد القيم في فساد نوعا ما كيف عم نطبقهم ونعيشون ما أسسنا البطريار كلياس لحويك عطينا أنه اهتموا بالعائلة دورة الأم كتير مهم هي اللي بتحضن هي بتعمل هلأ رح نحكي عن دورة المرأة بس العائلة هي العصب اللي فينا نبنى عليه أوطان ومجتمع صالح هي أساس وهي الركيزة وهي أساس البيت اللي على أساسه بدنا نعمر نعم طيب ما سو إذا نحنا عم نحكي عن الأساس اللي أنت عم تقوليها وهي مهمة كتير بكل عائلة التواجد ومنعرف نحنا ما في عائلة ما فيها مشاكل فينا بليز نضوي على أهم المشاكل يلي بتواجه العائلة من أم ومن بي ومن أولاد إذا بدنا نقول وأي متى منوصل لما رح نقول أنا صار بدي مساعدة ومن مين لازم أطلبه تكون عائلتي أنا ماشي على هاد السلوك الصح وعلى الدرب الصحيح العائلة ما فينا نتركها يعني إن كان إذا هي مسؤولية الأم مسؤولية البي ما فيها إجاء الترك إنه أنا مسؤوليتي كأمرأة متزوجة وأم أو الرجل اللي بيقول أنا أب وبذات الوقت أنا متزوج وأنا مسؤول عن التربية وعن البيت وعن المجتمع أول شغلة ما فينا نترك العائلة إنه هيدا مشروع مزبوط هو مشروع رباني بس ما فينا نتركه أنا بالنسبة لإلي العائلة هي متل النبتة كل حدا اللي دوره بس إذا ما كل حدا من أفراد العائلة سقها النبتة بدا تيبس العليقات بدا تيبس بدا تنشف وهيدا الجفاء وعدم الحب وعدم الحوار وعدم الإصغاء وعدم الصمت وعدم التقام العائلة للمشاركة بتفاصيل حياتنا هيدا بيودة لإيابس وإذا وصلنا لإيابس ممكن نهدد العائلة ونهدد المجتمع بالتفكك يعني رح أرجع أقول العائلة بدا تسهر وبدأ تتعب إنه تكون مجتمعة وقلب واحد بالحب اللي بيجمعهم وبالإصغاء وإعادة النظر بمشاريع حياتهم وإعادة قراءة في مسئولية الكوبي كامرأة ورجل عندهم فترات خاصة فيهم يقدروا يتناقشوا بمشاريع حياتهم ويفكروا بالحلول وهلأ منشوف شو هي الوسائل الوسائل أولاً إحنا مش قدرين معنا الحلول بيلتجوا للصلاة للرب بس ضروري يرجعوا لأخصائيين أخصائيين بدنا نبلش بكهنة الرعية بدنا نبلش من راهبة ولا راهب لمرافقة بدنا نبلش من أشخاص حوالينا يمكن أمّا يمكن باية يمكن أمو يمكن بيو يمكن أختو يمكن العراب والعراب اللي هولي دايماً إحنا ممنستعين فيهم ولا بخبراتهم كرمال يساعدونا من ورا خبراتهم نرجع نحنا نضوّع حياتنا ونعرف كيف بدنا ننطلق عنا كل الوسائل منبلش سوا بقلب الكنيسة بقلب حياتنا الروحية مننطلق من الصلاة مننطلق من الحوار والمرافقة الفردية وللكبل وللعائلة كمان واردة تكون من حدا عنده خبرات مع المرافقة الروحية يعني ما سير إحنا إذا بدنا ننجي نطبقها إذا بدنا نقول بحياتنا اليومية يعني أنا وجهت مشكلة يمكن مع ابني عم بتصادم أناوية ما عم بقدر لقي حلول نعرف إنه يمكن وضع الأم صايرة إنه وقتها يمكن مكتمل بين العمل بين بيتها عم بتحس حالها عم بتأثر من ميلة كذلك الأمر البي بس تحسي عطول مطلوب أكتر من الأم لأنه هي هي الحضن الدافل بالعائلة واللي بتقدر تعطيه لأولادها من اهتمام أكيد الرجل ما عم نقول لا بس متطلبات الحياة مطلوبة أكتر من الأم وقت تالي هالأم تواجه مشكلة مع الولد في طريقة حوار في طريقة تواصل هيدا عم تكون مفقودة من ميلة الولد يعني هالإصدغاء وهالأناعة يلي لازم تكون موجودة عم نواجه لمشكلة يعني بتطلب من الولد شغلي ما بيرد بتطلب منه يعمل هيك بيعمل عكسة أي عمر عم نحكي صار نحن نحكي من الخمسة الستة وطلوع أكيد 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 في مشاكل عم نواجهها يعني ما في تواصل هيك صعب صاير كيف فينا نحله تسمحي ليقول أنه نحنا عم نشوف من خلال الولاد طريقة تربيتنا لقلنا نحنا كيف عم نعيش بالمجتمع بيجي الولد هو ثماريت علاقاتنا لنا ثماريت عايشنا المبادئ ثماريت حياتنا هادي ما بدنا نلغيها يعني نحنا إذا أخدنا نوع من عهد على حالنا كامرأة ورجل قرروا يبنوا البيت بقلب البناء من هونيك حتى قبل بالتحضير للزواج وقبل الخطبة ورح نرجع لورا كيف بنيوا علاقتهم سوا بدت حسب الأصول حسب الأصول الاجتماعية أولا بالحوار بين بعضهم بالمسامحة والإصغاء والمغفرة بدت تنطلق من خلال الرجل والمرأة من قبل فيه سهر وعمل من قبل لما منوصل على المسئوليات إذا نحنا تمرسنا على هالمسئولية أنه أنا بدي أنطلق بحواري مع زوجي بدي أنطلق بحواري مع ابني بدي صلي معهم وعودتوا لدي أنه في أوقات للصلاة عودتوا أنتوا بس ترجعوا مش بترجعوا لا على السليلير ولا على الآيباد ولا على وسائل التواصل الاجتماعي أنتوا بتكون تجوا قبل كل شي تطلعوا فينا كأم وبي نطلع بعيون بعضنا نبتسم لبعضنا نلتقم حول الطاولة نعطي وقت نسكت كل هيدا الضجيجة اللي حوالينا نقعد نكون حاضرين لأولادنا نصغيل نسمع لون ساعتا بفتح أنا هيدا تشينال الحوار بين الولد وأنا واهمة شي بفتح السقة بيننا وبين الولاد تلما بيواجهوا مشكلة أول شغل يرجع ولنا لألنا لأنو الولد بده شو ما يواجه شو ما صار يرجع للأم والبي بدنا بدنا نتعب لبناء السقة والحوار والحضن بحب قدام الولادي عم بدنا نحضنهم ساعتا بيجي بقول ما ربيته على الحضن والسقة بطلب شي بيعملوا بلقي بلقي أنا بدي أقطف سمارة التعب والبنيان هلأ يمكن كمان الأهل بدون يفهموا تطور الولد أنه بيقطع بمراحل نمو يمكن عم بيتمرد يمكن عم بيقول لا أعرف أحد مرسول أنت قلت بدنا نعود أولادنا على الصلاة برأيك هالأم أي عمر مفروض تبلش تربي هالأولاد وتعود على الصلاة عقل تزام الكنيسة إن كان الأم أو كان البي كمان نفس الشي لأنه بس يشوف الولد عائلته مع بعض عم بتروع على الكنيسة وخصوص صورة البي عم بتخبريني أنه بتأثر ببيه أنه رايح على الكنيسة أكتر من ما أمه بأي عمر لازم الأم تبلش تفوت أو تحسس هالولد أنت لازم تعرف يسوع أو العضرو لانت لقى بتقول أي إنسان بحاجة لأم وبحاجة لأب ولا مرة نحن قدرينا نقلع بدون الأمومة بدون الأبوة تنعيش البنوة نعم أنا بدي قبل الحليب الرضاعة بدنا نقطع له الصلاة بهيدا العمر قبل 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 ما يتكون الجنين بالحضن بالأحشيق بدنا نهيق له المكان مع الرب إنه نحن عم نستقبل سمرة الحب من هنيك بدنا نتهيق من هنيك من هنيك من هنيك وأول حضن هو النعم على المزبح من هنيك من نطلق لما تنينيتون تنينيتون أخذوا هالنعم الأبدي وهالعهد الأبدي من هنيك ببلج طعيم عيلتا بالصلاة بقطع له إياه بحليب رضاعة ومع الوقت أنا ما في عمر هو بدي يفوت معي بهالبنيين اللي نحن عم نهيق البيت متل ما هني يقناله بيت متل ما هيقناله سرير تينام عليه متل ما هيقناله سقه بدو يكون حضن الأب والأم بسقه وبيأتكال على الرض من هنيك هو منبلش نحنا عم نهيق عم نهيق عم نهيق عم نهيق بعدين قبل ما ينام نهيق من علم السلام والأبانا يصلي بإيده عوجه يو عالصبح ممنوع ينزل ونتخد قبل ما يصلي بإيده عوجه ويسلم حياته ومدرسته ومجتمعه وأهله ويعرف يشكر أنا بقول نحن علينا مسئولية البيت الروحي تنقدر نبني بيوت وأوطان بقلب المجتمع ما صار يعني من خلال حديثك كتير مهم الحياة الروحية للولد يعني بتساعده كتير بحياته بتجنبه مشاكل كتير يقطع فيه يعني إذا بدنا نفكر نحنا هالأم إذا زرعت بقلب ابنة أو بعيلتها يعني إذا أنا ابنة عم يشوفني عم صلي وعم بقوم بالأمور الروحية المصبوطة هو يعني أوتوماتيك ما رح يكون مثلي قدي بتجنبه مشاكل بتجنبه مشاكل كتير يمكن ما بيوقع فيه بتريحه يمكن بالسلام الجواني هون البي إذا بدنا نقول شوية نضوع على دور البي وين بيقدر يلعب هيدا الدور مع ولاده بالبيت يعني البي بتعلمه يصلي بتعلمه أنه ارتكز بحياتك اليومية على يسوع أو على العذرة أو على حياتك الروحية البي رغم كل إنشغالاته وين بيقدر يتدخل الأب منه مجرد صورة صورة يعني سيبتة وما بتتحرك هو صورة القاب السماوي نعم أنا بحاجة للأبوة البشرية والروحية لنموة الأم والأب سوا عم بيروحوا على الإديس وأنا بيناتون اتنايناتون أنا عم بيمرنوني لإلي إنه أنا كيف بعدين لما كون أم ولا كون أب أو كون بقلب المجتمع مجرد عم بشتغل عند رسالتي بالحياة أنا عم بتمرن من خلال مثال الأم ومثال الأب ومثال العائلة إنه أنا رح يجي دوري رح كون يا مثل أمي يا مثل بي يا مثل اتنين بس ما بيبقى لنا بأوقات الصعاب شو ما كانت قطعت الشبيبة ما بيبقى معنا الأساس اللي بدنا نبني عليه إلا أنا ما شفت أمي عم بتصلي بي عم بيصلي الرب كان حاضر مشان هيك أنا بستمد القوة الباطنية ومن عائلتي ومن مجتمعي بس أهم شيء من الأم والقلب تقوقف بأوقات الصعاب تقوقف بمواقف كتيري أنا بحاجة أخذ قرارات مصيرية ابن علي صح أو مش مصيرية نحنا بحياتنا اليومية نحنا بحاجة مثل مثل بالإنجيل يتطعم عيالنا ومجتمعنا تتطعم من الحب الإلهي تتطعم من حضور الرب بحياتنا تيساعدنا بكل تفاصيل حياتي وينما كانت حلو كتير مصير أنا بدي أقليك أنه وقتنا خلص وبعرف موضوع كتير كبير كتير عميق بنحكي فيه يمكن ساعات وساعات إن شاء الله نكون وصلنا لرسالة المزبوطة أو الحلية يمكن شخص بحاجة إنه يسمعه بدي أقول شغلة من القلب نحنا عنا وزنات ربنا عطينا إياها ما نفكر حالنا إنه منقدر لحالنا نعمل شيء نحنا عطول بحاجة لمساعدة شو ما كانت مساعدة اجتماعية مساعدة يمكن روحية تنقدر نحل المشاكل تبعنا ما نخاف ما نستحن قول إنه نحنا بدنا حدا يوقف حدنا بدنا مرشد بدنا بسيكولوج بدنا سوسيولوج تنحل المشاكل اللي وقعين فيها بالعكس نحنا لازم نتقوى لازم نتطلع أكتر على المجتمع أي مجتمع نحنا بدنا يهي بكل تواضع في جملة ما شاربي الآله حافظوا على دفء العائلة لأنه دفء العالم كله ما بيقدر يعودوا من هون ناخد مريم مصدر قوة لإلنا لنواجه ونحمل صليبنا بكل فرح وبيكل حب وأنا ملتقانة معكم بحلقة جديدة الله معكم موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة